أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على همية الاجتماع الذي عقده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع فخمة الرئيس إبراهيم حمد صالح رئيس جمهورية الملديف الصديقة ودوره في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية الملديف نعم أشار سموه إلى أهمية تنمية التعاون بين البلدين بما يدفع بالعلاقات الثنائية قدما نحو مستويات أكثر تطورا تحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله فخمة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية الملديف الصديقة وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة كبار المسؤولين حيث رحب سموه بزيارة فخامة رئيس جمهورية الملديف الصديقة والوبد المرافق لافتا سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الملديف والعمل على فتح آفاق أوسع من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين والاستفادة مما ستوفره الاتفاقية الموقعة بين البلدين من فرص جديدة للتعاون الثنائي بما يحقق الأهداف المشتركة جرى خلال اللقاء بحث السمو الكفيلة بتنمية العلاقات بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية من جانبه أعرب فخامة رئيس جمهورية الملديف عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لما يوليه سموه من اهتمام بتعزيز علاقات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الملديف مشيدا بما حظي به الوفد المرافق لدى زيارته لمملكة البحرين من حسن استقبال وكرم ضيافة